وإحنا بنتفرج على التقرير وبفتكر أنه في النهاية انتصرت إرادة الجموع اللي نزلت في 30 يونيو الطالب بإسقاط حكم المرشد وحكم الأهل والعشيرة الحقيقة أن الواحد بيبقى مش عارف السنة دي عدت عليه إزاي لأنه ما فيش حد فينا في قطاع ما في الدولة ما كانش بيشوف مسألة الأخوانة ما كانش بيشوف مسألة الاستبداد السياسي والإعلان الدستوري المعيب لو حضراتكم تفتكروا عشان يحموا كل قراراتهم في الوقت ده حصار المحكمة الدستورية حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وحالة الرعب اللي كانت حصلة لكل الإعلامين ومحاولة ترهبهم علشان ما يكونش فيه نقل حقيقي اللي بيحصل في الشارع الحقيقة أنه يعني 30 يونيو على وجه التحديد أسخاط القناع اللي كان يعني هذه الجماعة بتختبئ خلفه وورت لكل المصريين الوجه الحقيقي ليهم اللي يبعد كل البعد عن الدين ويمكن كانت الناس في البداية منخدعة في أنه دولة جماعة يعني ما لهمش في السياسة وبتعرب بنا زي ما كانوا بيقدموا نفسهم للناس والأهلين أثناء الانتخابات حقيقة أنه وإحنا بنستعيد كل هذه الزكريات وبنستعيد الثورة العظيمة و30 يونيو وذكرياتنا عايزين نتكلم مع حضراتكم أكتر عن يعني عشر سنين على 30 يونيو وكل ما تحققوا الحقيقة أنه أكيد كلنا بنشعر بأنه شتان ما بين مصر قبل 30 يونيو وبعد 30 يونيو 2013 أكيد كلنا بنشعر بأنه شتان ما تحققوا